في سنة 2008 قال الرئيس السابق الفرنسي جاك شيراك من دون إفريقيا ستسقط فرنسا إلى مرتبة دول العالم الثالث من حيث قوة الاقتصاد كما كان قد تنبأ الرئيس السابق فرنسوا بقوله من دون إفريقيا فرنسا لن يكون لها تاريخ في القرن الواحد والعشرين كما تعلم يا صديقي فإن فرنسا قد استعمرت الكثير من الدول حول العالم وتسببت بمقتل الكثير من الأبرياء فمن القرن السادس عشر إلى القرن السابع عشر وصلت مستعمرات فرنسا في سنة 1680 إلى أكثر من عشر ملايين كيلومتر مربع وهي تاني أكبر إمبراطورية في العالم في ذلك الوقت بعد الإمبراطورية الإسبانية وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين كانت المستعمرات الفرنسية هي تاني أكبر مستعمرة في العالم وذلك بعد الإمبراطورية البريطانية فرنسا التي تطالب الآن بالحرية وحقوق الإنسان استعمرت 41 دولة في الأمريكيتين و30 دولة في إفريقيا وتسع دول في آسيا وتمانية في أوكيانوسيا فرنسا التي تحطنا الآن على التآخي وحقوق الإنسان والمساواة والعدل والحرية كانت هي العضو الأول للإنسانية لدرجة أنني بدأت أشك في أن فرنسا هي السبب في انقراض الديناصورات مع انهيار الإمبراطورية العثمانية غزى الفرنسيون الجزائر في عام 1830 واستولوا عليها لمدة 132 سنة وبين عامي 1954 و1962 مات أكثر من 1.5 مليون جزائري خلال حرب الاستقلال ولهذا تسمى بدولة المليون شهي كما أن فرنسا اعترفت لأول مرة بمسؤوليتها عن التغذيب المنهجي خلال هذه الحرب لكن في الحقيقة لم تكن هذه كل الوفيات التي تسببت بها فرنسا في عام 2017 قدرت الرابط الجزائري للدفاع الحقوق الإنسان عدد ضحايا الحكم الاستعماري الفرنسي بأكثر من 10 ملايين شخص بين عامي 1880 و 1881 أخذت فرنسا 37 جمجمة لمقاتل المقاومة والجماجم مخزنة حاليا في مدحف البشرية في باري ومنذ سنة 2011 بدأت الجزائر تطالب بإعادة الجماجم لكن فرنسا ترد بالرفض بعض الجزائر تم استعمار تونس وذلك في سنة 1881 وبعضها المغرب في سنة 1912 وذلك تحت ما اسموه بالحماية فرنسا لعبت دورا مهما في العبادة الجماعية التي حدثت في رواندا في سنة 1994 حيث قتل أكثر من 800 ألف شخص ماذا غشقا؟ كان طريقها للاستقلال عنيفا ففي عام 1947 تم قتل أكثر من 90 ألف شخص على يد الفرنسيين في عام 1958 قررت غينيا الخروج من الاستعمار الفرنسي واختيار استقلال البلاد لكن رد المستعمر أي فرنسا كان سيئا للغاية حيث دمرت الإدارة الفرنسية كل شيء في غينيا وذلك تحت ما اسموه بفوائد الاستعمار الفرنسي غذر الفرنسيون البلاد وأخذوا كل شيء معه ودمروا كل ما لا يمكن نقله مثل المدارس ودور الحضانة ومباني الإدارة العامة السيارات والكتب والأدوية وأدوات معاهد البحوم تم تحطيم الجرارات وتخريبها وقتل الخيول والأبقار في المزارة وتم حرق وتسميم الطعام في المستودعات كان الغرض من هذا العمل هو إرسال رسالة واضحة إلى جميع المستعمرات الأخرى بأن عواقب رفض فرنسا ستكون وخيمة مع هذا الواضع كل الدول التي كانت لا تزال تحت الاستعمار الفرنسي بقيت في حيرة عن ما يجب فعله هل يرفضون فرنسا ويتم تدمير بلادهم أو يبقون فرنسا داخل البلاد ويتم نهب ممتلكاتهم إلى أن وجد أوليمبيو وهو رئيس جمهورية توغو لأنه لم يكن يريد أن تستمر بلاده تحت السيطرة الفرنسية لذلك رفض التوقيع على متاق استمرار الاستعمار وعوض أن تقوم فرنسا بتدمير كل شيء قبل خروجها وافق على دفع دين سنوي لفرنسا لما يسمى بالفوائد التي حصلت عليها توغو من الاستعمار الفرنسي وكان هذا الشرط الوحيد لكي لا يدمر الفرنسيون البلاد إلا أن المبلغ الذي قدرته فرنسا كان كبيرا جدا لدرجة أن سدادة أن يقترب من 40% من ميزانية الدولة أصبح الوضع المالي للتوغو المستقل حديثة غير مستقل فقرر أوليمبيو التوقف عن طباعة الأموال الاستعمارية الفرنسية وإصدار عملة جديدة خاصة بالبلاد بعد ثلاثة أيام من البدء في طباعة عملة لبلاده قامت فرقة من الجنود بدعم فرنسي بقتل أول رئيس منتخب للتوغو المستقل حديثة قتل أوليمبيو على يد رقيب سابق بالجيش الفرنسي والذي يفترض أنه حصل على مكافأة قدرها 612 دولار فقط قتل أوليمبيو وقتل حلمه الوحيد وهو بناء دولة مستقلة ومكتفية داتيا ومعتمدة على نفسها لكن على ما يبدو أن الفرنسيين لم تعجبهم الفكرة في 30 يونيو من سنة 1962 فرر مودي باكيتا وهو أول رئيس لجمهورية مالي الانسحاب من العملة الفرنسية الاستعمارية التي فرضت فرنسا على أكثر من 12 دولة إفريقية مستقلة حديثة لكن بعد 8 سنوات من قراره قتل كيتا على يد عضو سابق بالفيلق الفرنسي فرنسا التي تطرب بالحرية وحقوق الإنسان كانت هي العضو الأول للحرية فإلى يومنا هذا لا يزال يتعين على التوغو و13 دولة إفريقية أخرى دفع ديون استعمارية لفرنسا والقضى الأفارق الذين يرفضون دفع الديون يأما يقتلون أو يقعون ضحية انقلاف وأولئك الذين يطيعون عوامر فرنسا يتم دعمهم ومكافأتهم بأسلوب حياة فخم بينما يغاني الشعب الفقر المدقى في كل سنة تحصل فرنسا على حوالي 500 مليار دولار من إفريقيا وإلى يومنا هذا لازلت هناك 14 دولة إفريقية تقوم بواجبات لصالح فرنسا فيجب على الدول المستقلة حادثة أن تدفع تماني البنية التغطية التي بنتها فرنسا أثناء الاستعمار كما يجب على هذه الدول نفسها إداء احتياطاتها النقدية في البنوك الفرنسية ففرنسا تحتفظ باحتياطات نقدية لـ 14 دولة إفريقية منذ سنة 1961 هذه هي الأربعة عشر دولة التي لا تزال تحت السيطرات الفرنسية إضافة إلى ذلك ففرنسا لا تسمح لهم بالوصول إلا إلى 15% من الأموال في السنة وإذا كانوا بحاجة إلى أكثر من ذلك فعليهم اقتراض الأموال الإضافية من البنوك الفرنسية وبأسعار تجارية فرنسا لها الحق الأول لشراء أي موارد طبيعية موجودة في أراضي مستعماراتها السابقة لفرنسا الحق القانوني للتدخل عسكريا في مستعماراتها السابقة وعندما قرر الرئيس السابق للكوت ديفوار إنهاء الاستغلال الفرنسي ببساطة نظمت فرنسا القلابة فرنسا إلى يومين هذا لا زالت تلزم مستعماراتها السابقة على استخدام اللغة الفرنسية والالتزام باستخدام أموال فرنسا الاستعمارية وهذه هي البقر الحلوب الحقيقية لفرنسا الالتزام بالتحالف مع فرنسا في حالة حرب أو أزمة عالمية فأكثر من مليون جندي أفريقي حاربوا مع فرنسا لهزيمة ألمانيا وذلك خلال الحرب العالمية الثانية فرنسا مدمنة بشدة على نهب واستغلال إفريقيا منذ زمن العبودية المهم كان هذا مجرد نصف ما فعلته فرنسا في العالم إن أعجبك الفيديو لا تنسى نشره مع أصدقائك وشكرا اشتركوا في القناة